صنع في العرب أخبار على مدار الساعة فمرحبا بكم تطور متير في مسلسل وضع سقف معقول لأسعار المحروقات بالمغرب ما يزال مسلسل القر والفر بين الاحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة وأرباب وتجار ومسير محطات الوقود بخصوص قضية وضع سقف معقول لأسعار المحروقات بالمغرب واجتمع الاحسن الداودي الثلاثاء والأربعاء مع مسير محطات الوقود في مقر الوزارة المنتدب المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بدعوة منه لتدارث تسقيف أسعار المحروقات وكشفت مصادر مقربة أنه تم إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة لتتبع هذه المقترحات من أجل إيجاد أرض مشتركة تراعي مصالح المسالكين والمحطات والشركات يظهر أن الاحسن الداودي سبق أن أكد في تصريحات مختلفة أن قرار الحكومة الرامي إلى وضع سقف لأسعار المحروقات قائم ولا رجعة فيه ولا رجعة فيه مشيرا إلى تقارير عن زيادة كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في دجنبر 2015 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر لا تنسوا للشراك في قناتنا ودعمنا بزر الإعجاب نلتقي في الخبر اللاحق دمتم في رعاية الله وحفظه